هل أنت متخيل أننا قابلنا ربنا قبل كذا؟ قابلنا الله سبحانه وتعالى قبل ما نكون على وجه الأرض قبل ما نكون شيء في الأصل والله سبحانه وتعالى كلمنا كلنا مع بعض وردينا على الله سبحانه وتعالى جميعنا أنا وأنت وجميع الخلق حتى الأنبياء كلنا ردينا على الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت والعجيب أنه كان بين عيوننا علامة كانت هذه العلامة بين عيوننا فكيف قابلنا ربنا وليش ما احنا متذكرين الحين ومو هذا الشيء فقط الغريب في قصة اليوم في قصة اليوم راح نعرف ان الحية اللي هي الثعبان كانت حيوان جميل وكان من حيوانات الجنة وكانت الحية هذه جميلة جدا وذو فروين كطيف وكان لها قوائم طبعا هذا الحيوان سوى خطأ كبير خله يوصل لهذه الصورة اللي نشوفها بل أصبحت الثعابين مسخ للجن كما ان القردة والخنازير مسخ للانس في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن صورة كما موسيخات القردة والخنازير من بني اسرائيل باختصار قصة اليوم مليانة هموم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجاءل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمي كيف حالكم ان شاء الله نكون بخير وموركم ان شاء الله طيب يا اخوان قصتنا اليوم غامضة جدا رح نتكلم فيها عن بداية الخلق وإش سر الحية هذه وليش كانت جميلة ومسخت على هذه الخلقة البشعة اللي نشوفها في يومنا هذا وإش القصة ورى مقابلتنا لله سبحانه وتعالى وإش الحكمة من هذا الأرض اخذ شي تأكله ولا تنسى تتابعني على كل السوشال ميديا اكتب أناس أكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطلع لك ولا تنسى تتابعني برضو ع السناء عشان مهم جدا في الأيام هذه خاصة أن في الفترة هذه نحاول ندخل حلقة جديدة في الأسبوع ومن دوم نطول بسم الله نبدأ طبعا يا أخوان يوم الجمعة هذا يوم عظيم جدا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فنتفق أن يوم الجمعة هذا يوم عظيم جدا فيه خلق الله سبحانه وتعالى آدم أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم نفخ فيه من روح ثم مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم وهنا الأمر العجيب اللي حصل خرج من ظهر آدم عليه السلام ذرية كاملة كلنا خرجنا من ظهر آدم أنا وأنت وباقي البشرية حتى قيام الساحة وفي هذه اللحظة الحظيمة عرفنا جميعا بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وهو الملك وهو رب العالمي هو خالق كل شيء فتكلم معنا الله سبحانه وتعالى وقال لنا ألست بربكم؟ فقلنا كلنا بلى شهدنا فقيل لنا في هذه اللحظة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عنا هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم هذا الموقف محنا متذكرين الحين لكن أول ما نموت ونبعث من قبورنا رح نتذكر هذا الموقف رح نتذكر هذا الموقف العجيب ويكون هذا الموقف حج علينا يوم القيامة وقتها الله سبحانه وتعالى علمنا بأنه سيرسل إلينا أنبياء وينزل على هذول الرسل الكتب يعلمونا كل شيء ويذكرونا بهذا اليوم هذا اليوم اللي لقينا فيه الله سبحانه وتعالى وهو موجود في القرآن وهذا الكتاب يعلمنا حتى كيف نعيش في حياتنا كيف نتحاكم بيننا يعني باختصار هذا الكتاب يكون مرجع أخلاقي وكحج علينا يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذا اليوم وبأن لا نشرك به شيء وأن نعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته علمهم أن بعد هذا الموقف أمر الله سبحانه وتعالى آدم بأنه يرفع رأسه لأنه كان مدنك كان خافض رأسه لله سبحانه وتعالى فرفع آدم عليه السلام رأسه فشاف ذرية كاملة أمام عينه فشاف الفقير والغني الأبيض والأسود الجميل والقبيح فسأل آدم الله سبحانه وتعالى وقال له يا ربي ليش ما خليتهم سواسية ليش ما خليتهم على خلق واحد وفعليا هذا السؤال قد مر علينا قبل كذا ليش ما خلقنا الله سبحانه وتعالى مثل البحر ليش فينا الفقير وفينا الغني ليش فينا الجميل وفينا القبيح ليش فينا الأبيض والأسود والأسمر والأصفر حتى لكن ما تتخيل وش رد الله سبحانه وتعالى على آدم فرد عليها الله سبحانه وتعالى وقال هذا جواب لسؤالنا اللي كان يجري في عقولنا سنين طويلة الله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر فمهما كنت ومهما كانت حالتك قبيح فقير حياتك غير منظمة اشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ففي نعم كثيرة أنت لا تشعر بها إلا إذا فقدت هذه النعمة علمه من النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا أشكالنا في ذاك الوقت كانت بين عيوننا علامة كان بين عيوننا مثل النور نور مشعب من بين عيوننا فشاف آدم عليه السلام هذا النور اللي يشعب من بين عيوننا فأعجب آدم عليه السلام برجل أعجب بالنور اللي بين عيوننا كان نور مختلف فسأل الله سبحانه وتعالى وقال من هذا يا رب؟ قال الله سبحانه وتعالى هذا رجل من آخر الأمم اسمه داود عليه السلام وهو النبي داود فسأل آدم عليه السلام يا رب كم عمره؟ كم عمر هذا الرجل فقال الله سبحانه وتعالى بأن عمره ستين سنة وهنا آدم جلس يفكر فقال يا رب عمره ستين فقط زده من عمري أنا أربعين سنة عشان يكمل المئة سنة فوافق الله سبحانه وتعالى وكتب عمر داود عليه السلام مئة سنة وعمر آدم عليه السلام تسعمية وستين سنة احفظوا هذا الأرقام لأنه لها دخل في باقي القصة علمه منه آدم كان يشعر بالوحدة الشديدة في الجنة كان وحيد ويقال بأن في يوم من الأيام استلقى آدم عليه السلام عشان ينام نام هذه النومة لكن أول ما صحي اكتشف بأن أمامها امرأة وما كان يعرف من وين هذه الامرأة فسأل الله سبحانه وتعالى من هذه فعلمها الله سبحانه وتعالى بأن هذه حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من ظلعها وهو أعوج ظل في صدر آدم ويقال بأنه الظل اللي فوق القلب والظل هذا هو اللي يحمي القلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن الامرأة خلقت من ظل وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه وشوف العجيب هنا يشيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه كسرته يعني إذا جيت حاولت تواسي الظلع وتخليه مستقيم إن كسر ويمديك تواسي الظلع وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خير علمهم إن آدم وحواء كانوا عايشين في ذاك الوقت في الجنة والشيطان ما كان راضي بأن آدم وحواء كانوا في الجنة في ذي كل حوات وكان لهم بالمرصاد كيف الله سبحانه وتعالى يخرجني من الجنة وهم في الجنة فسمح لهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يعيشون في الجنة زي ما يبقوا وأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر واحد بأنهم لا يأكلون من شجرة معينة هذه الشجرة كانت ضخمة جدا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام يعني تخيل أنك تسير في ظل هذه الشجرة مئة سنة ما يخلص الظل يعني شجرة ضخمة جدا وهنا في رواية من الروايات التي تعتبر من الإسرائيليات اللي ما أخوذها من التوراة يعني ما يمديك تصدقها ولا يمديك تكذبها ما هي بالصح ولا هي بالخطأ ولكنها تروى تروى للعبرة فقط ولا يستدل بها يقال بأن إبليس عليه غضب الله جمع جميع حيوانات الجنة جمعهم وألقى عليهم فكرة خبيثة واللي هي أنه يتلبس بحيوان من حيوانات الجنة ويدخل الحيوان هذا إلى الجنة بحيث أنه يستطيع يغوي آدم وحوار يعني كان قصده يتلبس بحيوان من حيوانات الجنة ويدخل مع هذا الحيوان الجنة وكان من جمع هذه الحيوانات حيوان الحية واللي كان جميل جدا وذو أربع قوائم وذو فروين كثيف يعني كان حيوان جميل الله أعلم كيف كانت خلقتها بس كان جميل رفضت الحيوانات كلها فكرة إبليس الخبيثة هذه إلا حيوان واحد واللي هي الحية وافق إبليس فتلبس بالحية هذه ودخل معها للجنة وهو داخل هذه الحية طبعا هذا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى رقيب وعاليم بكل اللي يصير ولكنها بإذنه وهو قدر مقدرة الله سبحانه وتعالى ففكر إبليس عليه لعنة الله إنه يوسوس لهم بأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد لو أكلوا منها سيخلدون ويكون لهم ملك عظيم فعليا وصل لهم الشيطان وبدأ يوسوس لهم بأن في شجرة ضخمة هي شجرة الخلد وإنه إذا أكلوا منها سيخلدون ويملكون ملك عظيم جدا ملك ما بعد قال الله سبحانه وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ بس آدم رفض الفكرة تماما ما كان راضي بالفكرة هذه وكانت حواء مثله كانوا الاثنين هم رافضين الفكرة تماما ولكن حواء عليها السلام كانت أضعف من آدم وانهزمت حواء أمام وسوسة الشيطان انهزمت قبل آدم فصار الشيطان يوسوس لآدم بأن هذه فعلية شجرة الخلد وحواء من هنا تقترع عليه نفس الفكرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنت زوجها الدهر وهذا الرواية لأبو هريرة بإسناد صحيح وفيه رواية بلف آخر لأبو هريرة بإسناد صالح وفيه لولا حواء خانت آدم في قولها لإبليس ما خانت امرأة زوجها فانهزم آدم وقتها وأكل من الشجرة فانكشفت عوراتهم أمام بعض بدت لهم سوءاتهم والسوءة هي العورة فأول ما حصل لهم هذا الشيء قاموا يركضون ويأخذوا من أوراق الجنة عشان يغطون عوراتهم إلا بالله سبحانه وتعالى يقول لهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فأهبط الله سبحانه وتعالى آدم وحواء من الجنة عقابا لهم أما إبليس فمسخها الله سبحانه وتعالى مسخ بشع جدا فأصبح أبشع مخلوق ويضرب في بشاعته الأمثال إلى يومك هذا أما الحية فمسخها الله سبحانه وتعالى إلى الشكل اللي نشوفها الحين من دون أطراف ومن دون فر وأصبحت مسخ الجن زي ما القردة والخنازير مسخ الإنس يقول بعض أهل العلم بأن بعض الحيات اللي نشوفها على وجه الأرض الحين احتمال تكون جن في الأصل مسخهم الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة وهم مو بزي مسخ البشر أبدا مسخ البشر إلى القردة والخنازير ليس لهم نسل أما الجن فهم يعيشون كعقاب لهم يجلسون يزحفون على بطونهم طول حياتهم وأما آدم قيل بأنه هبط في الهند وحواء في عرفة وهذه الأقوال مهيب ثابتة بس كانت أطوالهم كبيرة جدا كانوا ضخمين القابة قرابة الثلاثين متر وكانوا وقتها عريانين ومغطين على عوراتهم من أوراق الجنة وأول ما نزل تلقى آدم من ربه كلمات يقولها عشان يتوب الله سبحانه وتعالى عليه يتوب عليه من الفعل اللي فعلها وفي قول آخر بأن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويقال بأن آدم عليه السلام قال يا رب ألم تخلقني بيديك قيل له بلى ويرد ويقول ونفخت في من روحك فقيل له بلى في يرد ويقول وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت يا ربي رحمتك غضبك قيل له بلى وكتبت يا رب علي أن أعمل هذا قيل له بلى قال أفرأيت انتبت هل أنت راجعي إلى الجنة فقيل له نعم وهذا الكلام برضو لي ولك فكلنا نخطئ كلنا نخطئ مثل أبونا آدم ولكن إذا تبنا نعود إلى الجنة كما عاد آدم عليه السلام إلى الجنة فهو القرار لنا حين فتعود مجرد ما تذنب تب مباشرة مهما سويت ومهما كان الأمر هذا متكرر في حياتك المهم أن آدم وحوا عليهم السلام عاشوا على وجه الأرض سنين طويلة في يوم وصل آدم عمره تسعمية وستين سنة تفاجأ إلا برجل يأتيه وكان هذا الرجل ملك الموت وطبعا الأنبياء يأتيهم ملك الموت على شكل رجل يعني على هيئة رجل وقبل ما يأخذ أرواحهم يستأذنهم ويخيرهم بين الدنيا والآخرة في يوم شاف آدم سأله من أنت رد عليه أنا ملك الموت وجيت أقبض روحك قال آدم كيف بقي لي أربعين سنة ما عمري ألف سنة بقي لي أربعين قال ملك الموت وهبتها لابنك داود ما أعطيت ابنك داود أربعين سنة فكمل المية قال آدم لا ما أعطيت أحد شيء من هو داود استطاف الله العظيم بس يعني جحدة نسي آدم بأن أعطى داود عليه السلام أربعين سنة عشان يكمل المية سنة رحمة منها وإن الله سبحانه وتعالى كتب عمر داود عليه السلام مية سنة وكتب عمرك يا آدم تسعمية وستين سنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته فلا زالت ذريته تجحت إلى يومك وهنا اختار آدم الدنيا ثم اددها الله سبحانه وتعالى أربعين سنة هنا انتهت حلقة اليوم من هذه السلسلة الحلقة الجاية بإذن الله رح نتكلم في كيف تكاثرت ذرية آدم عليه السلام وهل فعليا في شريعة آدم عليه السلام كان زواج الأخ والأخت حلال ولا كيف تكاثرت البشرية فعليا وبرضو رح نتكلم عن حقيقة أول جريمة في تاريخ البشرية كاملة وهل فعليا شن القائد مهلائيل بن قنيان الحرب ضد الجن يعني حصلت حرب بين الجن والإنس قبل كذا كل هذا رح نتكلم فيه بالتفصيل في الحلقات الجاية من هذه السلسلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشوفكم على خير وبتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة